ازايكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة بقى بفاجئ ولادي بقالنا كتير بصراحة حوالي كده اربع سنين مطلعناش مصيا فالنهاردة فاجئتهم برحلة جميلة جدا ما كانوش متوقعينها وبصراحة كلنا محتاجين نغير جو بنت دخلة سنوية عامة سنة دي وكمان ابني داخل شهادة اعدادية فعندش هدتين فانتو عارفين السنوية العامة دي يعني حبس في البيت كده مش هنروح في اي مكان قلت بقى غير لها جو وخلي نفسياتها حلوة كده علشان هتبدأ كمان دروس في شهر تمانية ده في نصف تمانية بالزبط فتبعد بقى عن الموت بتاع المذاكرة دي فبصراحة كلنا محتاجين الرحلة دي انا راحة فين بقى انا راحة دلوقتي الغردقة واخد طريق الجلالة عند الجبل جبل الجلالة زي ما انتو شايفين ده الطريق حلو جدا جدا بس بيقولوا يا جماعة ان الغردقة يعني حر احنا اصلا ماشيين في الطريق حر جدا احنا اول مرة نمشي من طريق الجلالة ده زي ما انتو شايفين كده بصوا يعني الجبل كده مشقوق من النص الجبل على اليمين وعلى الشمال وفي النص الطريق بس الطريق هو قا طويل احنا عدنا فيه حوالي خمس ساعات بس بصراحة مفهوز زحمة خالص يعني رايق بمعنى الكلمة اللي حابب يطلع الغردقة ياخد الطريق ده يعني انا حبيت برضه اقول لكم التجربة ويعتبر ده الطريق الوحيد اللي احنا بنروح به للغردقة احنا بنرتفع عن سطح البحر يعني حوالي كده سبعمائة متر بس طبعا مش بنرتفع مرة واحدة احنا بنرتفع على اجزاء الاول بنرتفع تلتمية وخمسين وبعدين خمسمية وخمسين وبعدين ستمية لغاية سبعمائة متر انا مش عارفة كان انا في الغلاف الجوي ولا ايه يعني حسيت بودني وانا بتكلم مش قادرة تكلم غير بقى لما بننزل من الجبل ده بصو احنا كده طلعين اهو المطلع الكبير ده وكده بنبتدي ان احنا نرتفع عن سطح البحر بعد كده بعد ما بنخلص بقى المسافة بالمسافة كبيرة بنبتدي ان احنا ننزل تحت وبنتكلم بقى عادي وبنحس بقى ان ما فيش هوا في بقنا ولا كمان في هوا في ودنا كده خلاص يا جماعة بصوا احنا خلاص دخلنا خلاص على الغرداء وده مطلع الغرداء كده وكمان دخلين على الفندق دعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة وهقولكو كمان ايه المميزات وايه العيوب وروحنا فندق ايه وهنعمل جوالات كتيرة جدا في الفندق وعملوا بصوا مش هسيب اي حاجة في الفندق غير لما صورها لكم كأنكم معايا بالزبط بس شجعوني بقى حبايب قلبي كده باللايك وقولولي بقى عندكم سنوية عامة زي ولا لا كده جماعة احنا دخلين على مجموعة من الفنادق كل المجموعة دي مجموعة هواي هواي في فنادق كتيرة كلها جنب بعض مجموعة هواي دي معروفة اه اكتر من فندق بس جنب بعض يعني كده كده انت هتروح الفندق ده عايزة تروح الفندق ده كتير في هواي وفي هواي براديس وفي هواي سيزر وفي اكتر من فندق تاني زي ما انتم شايفين بصراحة المكان جميل جدا 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 عاجبني شكل الفندق فيه كمان خدمات برا الفندق حوارها لكم دلوقتي بس اول مشكلة بقى قابلتني اني مفيش باركنج عند الفندق لان احنا طبعا جايين بالعربية فهنتطر ان احنا هنلف الناحية التانية هناخد اول يوترم وبعدين هنبقى يعني امام الفندق بس الاتجاه التاني بصوا المنظر يا جماعة عامل ازاي الله 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 عالجمال بس عيبها انها حر جدا يعني اول ما نزلت من العربية ادي يا جماعة اهو مجموعة هواي دي الفنادق اللي انا قلتلكو عليها وفيه كمان جامع عشان لو حابين نصلي طبعا بصوا اهو كل المجموعة بتاعة هواي جنب بعض وكل الفنادق شكلها من برا جميل جدا جدا لسه طبعا ما دخلناش ولا ولا قيمنا الفندق ولا عملنا فيه ولا اي حاجة انا باوريكو الشكل من برا احنا كده بقى هنلف وهنبقى الاتجاه التاني وبعد كده بقى هننزل شنطتنا وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل الممل بس طبعا اللفة بتاخد وقت يا جماعة فانا جايبا لكم كل المجموعة بتاعة الفنادق كده اهو ده الفندق اللي احنا المفروض هننزل فيه بصوا بقى ما شاء الله جميل جدا هي جميلة وفي ها حاجات حلوة او في طبعا اجانب كتيرة قبلتنا ودي الخدمات اللي انا بقول لكم عليها برا الفندق بس ما حدش بصراحة بيمشي برا الفندق كل التحركات بتبقى في الفندق علشان الغردقة حر جدا جدا شايفين بقى المجموعة بتاعة الفنادق اللي انا بورها لكم كل دي مجموعة هواي ده الفندق اللي المفروض ان احنا هننزل فيه هواي سيزر يا جماعة اهو الشكل جميل جدا من برا بصراحة احنا لسه ما شفناش اي حاجة من جوا بس اهو انا شفت بصراحة رفيوهات كتيرة جدا عليه فحبيت بقى ان انا اروح واجرب بنفس التجربة وكمان افرح ولادي واول مرة نروح الغردقة زي ما قلتلكم اتمنى بقى ان احنا نتبسط انا وولادي بصراحة ورحلة سعيدة كده علينا وعليكم يا رب يا رب كلكم تطلعوا كده تصيفوا وتغيروا جوا بجد يعني حاجة حلوة اوي بالزاد يعني موضوع ان احنا كنا مجبوتين بتانية سنوي بصراحة من السنوية دي صعبة اوي اوي وكمان دخلة تالتة وعندي شهادة فلا احنا فعلا محتاجين ان احنا نغير جوا كده يا جماعة بقى انا بوريكم شكل الفنادق كلها اهي واحنا المفروض ان احنا هناخد اول يوتيرم تعالوا بقى يا جماعة شوفوا الباركنج بيبقى قدام الفندق ماينفعش ان احنا نركن كده قدام الفندق بالزبط لا احنا بنركن قدامه الناحية التانية ماينفعش نركن عند الفندق بالزبط لان ما شاء الله يعني هو شغال كل شوية يجيب فوج وازهاب وعودة وبساط بتوقف فطبعا المكان بيبقى فاضي لكن هما ليهم باركنج خاص بيهم قدام الفندق دلوقتي احنا بنلف دلوقتي عشان نركن العربية يلا بينا بقى عشان ننزل الشنط ونشوف الدنيا فيها ايه اهو يا جماعة الباركنج اللي بقولكو عليه قدام الفندق بالزبط يعني ممكن تشوفي كده في الغرفة بتاعتك لما تستلميها تشوف العربية بتاعتك عادي ولولي بقى الحمدلله على السلامة خلاص كده رحنا الفندق بتاعنا اللي احنا حاجزين فيه هواي سيزر الغردقة بصوا البساط بتبقى واقفة ازاي زي ما انتم شايفين كده لازم المكان يبقى فاضي ان فيه تجمعات كل شوية باستمرار وهنا بسلم عليكم بقولكو يلا بينا اول حاجة بقى عادنا في الريسبشن عادنا مدة طويلة علشان التسكين اول ما بنروح بنتصل بقى بالمندوب بتاع الشركة اللي احنا طالعين معاها بصراحة الشركة محترمة جدا جدا فبيجي بقى يعد معانا ولو احنا دفعين جزء من الفلوس وعلينا جزء بنلازم يستلم فلوسه كاملة وبعد كده بقى بياخدوا مننا الشونط وبنروح نستلم الغرفة بتاعتنا وده كده الشكل بصوا بقى ده كده الدور بتاع الغرف كلها هنحط الشونط بقى جوه الاسنسير ونبتدي نروح نستلم الغرفة بتاعتنا يلا بينا عشان يلا بينا نفتح الغرفة ونشوفها ما بعضي في الفيديو الجاي